اشتركوا في القناة اعلم بأن ما كتبته مكتوب سيكتب عند الله عز وجل يعني سيحفظ وسيحسب عليه إن خيرا خيرا وإن شرا فشر لذلك دير بالك إذا بدك تكتب أي تعليق أي كلمة أن هذه الكلمة والتعليق مطلع عليه رب العالم إذا بدك تبعث رسالة لأي شخص في ليل أو في نهار اعلم بأن هذه الرسالة أرشفت وستسجل عند الله عز وجل وستعرض عليك يوم القيامة إذا بدك تحكي مع أي إنسان بالسر أو بالعنان إذا بدك تنضي في أي عمل وفي أي خطوة بأي اتجاه اعلم بأن هذه الخطوات مكتوبة عليك وسيسجلها الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنا ولا وضع قدمه اليسرى إلا حط عنه سيئة الله عز وجل يكتب لك الخير ويكتب على من أساء السوء صحيح أن هؤلاء اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء كتب الله تعالى عليهم ما قالوا بس كمان أنت خطواتك إلى المسجد هلأ ممكن يكون في أخ جاي من الملكي على الجامع كتبت خطواته ممكن أخ يكون جاي من التل كتبت خطواته ممكن أخ يكون جاي من حلب كتبت خطواته كتبات شو يعني كتبات يعني حفظات يعني وستكافع عليها بالإحسان إحسانا ولا سمح الله بالسوء سوءا لذلك اجتهد أن تكون خطواتك وأن تكون أقوالك وأن تكون أعمالك وفق ما يرضي الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما ومن رحمة الله عز وجل إذا أنت دائما ابتجي على الدرس في يوم من الأيام عفان الله جميعا مرض مرضا أقعدك في الفراش فلم تستطيع أن تأتي سيكتب الله تعالى لك كأنك حاضر في مجلس إذا احتر أخ لأن يسافر وهو معتاد أن يأتي إلى مجلس علم معتاد أن يأتي إلى مجلس قرآن وأنت في البلد الذي سافرت إليه يكتب لك من الأجر مثل ما كنت تفعله صحيحا مقيما